خبر مهم أيضاً كمان متعلق بالفترة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي وهي متعلقة بسواء نهاية مباريات الدوري أو مباريات كأس مصر قبل منتقل الحديث عن مباريات كأس الأفريقية يمكن فيه خبر مهم جداً في هذا الشأن متعلق بفكرة أنه كان تم تحديد مباريات كأس مصر خلال الفترة القادمة أيام 1 ستمبر و 5 ستمبر و 9 ستمبر يوم 1 ستمبر حسب اللي كانت تحدد من اتحاد القرى وقتها هيلعب الأهلي إذا تخطى بيرامدز مع حرس الحدود وتحدد معه 5 ستمبر أن الأهلي و بيرامدز و حرس الحدود الفائز بينهم هيلعب معه بتروجيت والنهائي يوم 9 ستمبر طيب فيه جزئية مهمة جداً قانونية في هذا الملف بخلاف أنه كان المنتخب الوطني وقتها أيام كان متواجد خفير أجيري على رأس القيادة الفنية قال أن توقيت مباريات كأس مصر مش هتناسب المرحلة دي لأن ده توقيت هيتلاعب فيه أجندة دولية ده شق مهم جداً متعلق بترتيبات استعادات المنتخب خلال الفترة القادمة لكن أنا مش عالكز على الجزئية دي لكن فيه جزئية أهم متعلقة بالكاس خلال الفترة القادمة و لغاية اللحظة دي حتى لجنة شؤون اللاعبين بعد حتى رحيل مجلس دارة اتحاد كورة القدم ما فتحش الملف ده و ما تكلمش فيه لو الكاس تلعب في شهر تسعة والقيد قريدي أكيد طبعاً لازم يتفتح بعد مباراة الزمالك عشان القيد الإفريقي وبالتالي الناس سجلت لعبتها للمرحلة القادمة والكاس تلعب بالصفاقات الجديدة القانون هنا والليحة بتم يستكمل أو يستكمل حتى نهايته ليه؟ لأن الكاس بدأ فيه خلال ثلاث فترات قيد بمعنى أدق أن الكاس مسابقة الكاس بداية من الدور التمهيدي مش من أول مشاكة أنديد الدور الممتاز الكاس بيده من أول الدور التمهيدي اللي هو بيعتمد على صفاقات الصيف بتاع 2018 ثم استكملت عدد من المباراة بعد فترة القيد الثانية في شهر يناير الماضي طيب الفترة للقيد الثالثة هيكون فترة الصيف بتاع موسم 2019-2020 إذن الكاس قانونياً ولائحياً صعب أن يستكمل إذا تم فتح باب القيد والريدي فعلاً هيتم فتح باب القيد عشان القيد الإفريقي فبالتالي صعب الكاس يتلعب لأن اللايحة بتقول مفيش بطولة تتلعب على ثلاث فترات قيد يبقى الكاس عشان يتلعب لازم فترتين قيد طب فترتين قيد إزاي؟ والقيد هيتفتح يوم 29-7 بعد مباراة الأهل والزمالك عشان القيد الإفريقي فطالما فتحت القيد بعد نهاية الدوري والأندية استفدت بالصفقات وهيدت لعبتها عشان البطولة الإفريقية وجه الكاس يتلعب في شهر 9؟ على زي انتلعبه بالصفقات الجديدة هتلعبه بالصفقات الجديدة إزاي؟ وهتكون فترة قيد تلتة فترة قيد تلتة يبقى إذن البطولة قانونياً ولائحياً لن تستمر ولن تستكمل لأن هنا البطولة هتكون غير قانونية لأن القانون أو لايحد شون اللاعبين في الاتحاد الدولة والاتحاد المصري بتؤكد على أن أي بطولة لا يجوز أن تلعب بسلاسة فترات قيد إذن مباراة الكاس خلال الفترة القادمة لن يتم حسمها ليس فقط بسبب الأجندة الدولية لا في أزمة تانية متعلقة بفترات القيد خلال المرحلة القادمة وبالتالي هنشوف التحاد القورة هيفكر إزاي ودي من ضمن الملفات اللي احنا بنشوف التحاد القورة هل بيفكر فيها؟ هل هو أخدم بالهم من القضية دي؟ هنشوف الأيام الجاية إيه إلا يحصل في مسألة كأس مصر لأن مسألة مهمة جداً وبطولة هتكون على المحك يتلعب يا إما هتبقى صعب استكمالها في المرحلة القادمة وبالتالي تحدد بقى انطلاقة الدورة وتحدد السوبر وتحدد البطولات المحلية في الفترة القادمة مع تزامن مباريات البطولة الإفريقية للأندلة هتبدأ إن شاء الله تمهيدي في شهر أغسطس ودور الـ 32 في أول ستمبر إن شاء الله